اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم او صباح الخير على حسب كل مكان واحد فينا طبعا النهاردة هنتكلم عن توقعات اتقالت قبل كده ولكن توقعات مهمة بتختصر الفترة المقبلة لسيادة التوقعات ليلة عبداللطيف وكمان انتظرونا عن فيديو جديد لاخر التوقعات ان شاء الله يكون يوم 10 مايو او ايار او 11 بكتير خلينا نركز طب في التوقعات بس ياريت الجماعة قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل مكان قالت في اول توقعاتها للأسف الشديد ان عملة التلاعب في سعر صرف الدولار في لبنان وكمان في العالم موضوع مش هينتهي والدولار سيشتعل وسيقفز الارتفاع مخيف وده بنشوفه حاليا بشكل واضح وكبير جدا وخصوصا مع ارتفاع فايدة الدولار والقرار ده جيه بعد حوالي 20 سنة ومع تضخم اول مرة توصلوا امريكا من حوالي 40 سنة كمان قالت سنشهد اختيالات تطال بعض الشخصيات الفلسطينية البارزة للأسف الشديد وده هيحصل داخل المخيمات الفلسطينية داخل وخارج لبنان يعني فيه شوية هيحصل في لبنان وهنسمع عن برضو في مخيمات فلسطينية في عدة دول العربية نسمع عن فيه اختيال شخصيات مهمة بداخلها بالنسبة الوباء كورونا او فيروس كورونا برغم ظهور المتحورات ولكن يعتبر هو انتهى دوليا او رسميا او الوباء الاول خالص كوفيد 19 خلاص اللقاح بقى موجود وما بقاش لأي دور فهي بتقول اصلا وباء كورونا سينتهي قبل ان يأخذ بعض الناس اللقاح رغم ان اللقاح سيكون متوفر للجميع ولكن عندما ينتهي كورونا لن يتم تلقيح كل الناس والحياة تعود الى طبيعتها مع كما مات في بعض الدول في بعض الاماكن لفترة من الزمن كده الموضوع هيتحول لدور برد عادي ولا يشكل خطر كالصابق المشكلة مش في كورونا ولكن في المتحورات وحتى المتحورات بقتش الناس تقلق لما تسمع عن اي اخبار لكورونا ولا بقى حد يتابع الموضوع زي الاول ازمة وضاع الناس في البنوك اللي موجودة في لبنان شايفها مسألة وقت لاما السنة دي على نهاية العام لاما سنة 2023 بعضها هيرجع بعض الاموال هتعود الناس من خلال خطة لمصرف لبنان مع البنوك او هيعملوا برمجة او مثلا خطط دفع للناس وكل ده هيحصل بشكل تدريجي وبالمقابل لن يبقى الدولار عاقت لعودة هذه الاموال لاصحابها لان احتمال كبير جدا ترجع الفلوس بالعملة الاساسية او بعملة لبنان الليرة وشايفة كمان جخص اخر سيدير مصرف لبنان غير رياض سلامة اما بالنسبة اه لاختر الصراعات والتوترات اللي بتصير حالات من الترقب والقلق هي بالنسبة لها هتكون ما بين العدو الاسرائيلي وايران ايران والعدو الاسرائيلي وما بين مقاومة حزب الله والعدو الاسرائيلي ايضا والكلام ده في المرحلة المقبلة بالنسبة لعاصمة الشمال ترابلوس طبعا كلنا عارفين اخر المستجدات وخصوصا مركب الموت وبسبب الهجرة الغير الشرعية لبعض اللبنانيين والسوريين علشان كانوا بيهربوا من الجوع والفقر وقلة الدواء والغلل اللي موجود في البلد وانهيار الاقتصاد اللبناني لمرحلة كبيرة جدا قالوا ان في عاصمة قالت لالة عبدالعصيف ان عاصمة الشمال ترابلوس رح ترجع للوجهة من جديد وستكون هناك ثورة غاضبة في كل شوارع ترابلوس وليس فقط في سحة النور مع اعمال عنف وغضب مع صرخة جوة كبيرة تصدر من اهالي ترابلوس الشرفة وهنا ارى تدخل تركي وده الغريب في الموضوع ارى تدخل تركي في عاصمة الشمال وتظهر للعلن وعلى وسائل الالم يعني حتى التدخل ده مش هيكون بشكل سري او غير علني لان الموضوع هيكون واضح لجميع الناس كمان قالت ان الانهيار الكبير للاقتصاد العالمي اتي لا محالة وخصوصا خلال مرحلة القادمة وخطة الانقاذ ستكون بحاجة الى معجزة معجزة اقتصادية لمنع الانهيار الكامل بالعالم يعني الموضوع مش علينا احنا الوحدين عشان الناس تبقى فاهمة الناس كلها كمان بتقول حتى لو في حكومة حتى لو في انتخابات حتى لو في اي حاجة علشان يحاول يردو الناس ولكن شايفة ان المظاهرات وثورة رجعة بقوة في كل المناطق والشوارع والساحات وللأسف هيكون في تكسير محلات وبنوك وحرائق ونهب وفوضى عرمة في اكثر من منطقة وخلال المرحلة الجاية هنشهد مشهد بنشبهه بخطوط التماس يعني طرفين ضد بعض من الاخر كده الثورة اللي هتيجي هي اللي هتنتصر كمان قالت ان الرئيس السابق دونالد ترامب هيعود الى الوجهة من جديد وشايفة نوعين من التهديد والخطر حول الرئيس ترامب والرئيس الحالي جو بايدن والأعمار بيد الله ودائما بتقول التوقع ده وبتأكد عليه ان شايفة حد فيهم في المستشفى او في حد فيهم بيواجه خطر صحي كبير جدا وده كانت بعض التوقعات المهمة للبنان ولكن معنا كمان توقعات لدول عربية زي مثلا الكويت قالت هيكون في محاربة للفساد وفي تغيير للحكومة وتغيير شخصيات قريبة من الحاكم وظهور شخصيات اخرى ودعم للجيش الكويتي وشايفة كمان دعم للمديونين وفيه كمان زيادة في الرواتب وفيه برنامج للمديونين عشان اقدروا يطلعوا من الازمة اللي موجودين فيها وفيه خطوات مهمة جدا هيتم اصدارها من امير الكويت كمان اتكلمت عن المغرب والجزائر مش هيحصل بينهم اي حرب ولكن مناوشات فقط يعني محدش يقول ان المغرب هتضرب او الجزائر هتضرب لقدر الله لكن الموضوع ناشع على مناوشات ومضايقات مش هيوصل لدرجة حرب كمان قالت شايفة علاقات بين السعودية وتركيا ودينا بنشوف كل فترة بنشوف زيارات للسعودية وقرارات من شأنها عودة العلاقات بين الدولتين بالنسبة للجلال العربية الموجودة في اوروبا وخصوصا اخواننا السوريين بتقول بعد اخواننا السوريين في الخارج غير مبسوطين ومكتئبين من اللي بيحصل لهم هيرجعوا لبلدهم في قسم كبير منهم هيرجع بالنسبة لليمن واللي بيسأل عن احوال اليمن وتوقعات العبداللطيف بتقول هتحصل تسوية بحكمة ولاي العهد محمد بن سلمان في مفاوضات ولكن هناك تغييرات هتحصل وهترجع ان شاء الله اليمن تتعمر مرة تانية ولكن شايفة فيه تقسيم لقسمين مش هيحصل دلوقتي ممكن بعدين تقسيم لليمن لقسمين في السنين القادمة كمان اتكلمت عن حاجات مهمة جدا وهي العمرة الرقمية ما بتنصحش الناس ان مايروحوش ليها وما بتشجعهمش عليها خالص انها مش مضبونة الدهب هو الافضل وهيكون فيما بعد بنوك خاصة بالدهب فقط لا غير كمان قالت بالنسبة للجالات العربية في استراليا ان شاء الله على الصيف الجاي الموضوع هيبقى مفتوح اكتر وهترجع استراليا قوية وعملتها هيكون الشغل فيها نار وفي طلب الهجرات وهكذا وكندا نفس النظام برغم الاقتصاد السيء الموجود على العالم كله ولكن ان شاء الله كندا هترجع لمسارها الطبيعي مش قبل سنتين اما الاستقرار في كندا هيكون على 2025 كمان قلنا في تغيير كبير هيحصل في العراق ووعي كبير في عدة مناطق ولكن الازدهار نفسه العراق مش هيحصل قبل 3 سنين لان الموضوع عندهم مطول شوية ولكن ان شاء الله هيحصل التغيير والازدهار وقالت نصيحة ان ابتدوا الناس لان يعمل كل واحد في بلده افضل من الخارج ويستثمر فيها بالنسبة للسلطنة سلطنة عمان قالت هيبقى فيه تغيير في البنية التحتية للافضل وسلام داخلي مع العالم وتغيير كبير هيحصل تدرجيا على مسافة خمس سنوات مثلا كمان قالت بريطانيا ما بيتخافش منها او عليها في حياة مستقرة برغم الدربات السياسية والمشاكل اللي بيحصل فيها ولكن الحد المل حياة فيها في بريطانيا مستقرة وشايفة صورة الرئيس المصري والتركي ونهاية الخلافات ولكن بعد فترة مش دلوقتي ايران بالنسبة لايران التغيير جاي في قلب ايران وخصوصا بعد الفترة الصعبة اللي هتمر بيها ايران على الفين تلاتة وعشرين فيه تغييرات كبيرة ومصالحات مع الدول وتغييرات كمان في الشأن العالمي في التعامل مع الدول كمان اتكلمت وقالت بالنسبة للفيروسات احنا ممكن ما نتكلمش عن كورونا ما نتكلمش عن اي فيروس موجود ولكن للأسف الفيروسات ما بتخلص في العالم هيتلع كورونا هينتهي هيخرج غيره هكذا لكن في بعض الدول في العالم زي افكارة افريقيا بعض الدول افريقية زي الهند زي الصين هيجي نوع من الفيروس غير معروف هيأتي في السنة القادمة ولكن المبشر في الموضوع حتى لو ظهرت اي فيروسات في تلك المناطق بالتحديد ان شاء الله هيكون ليها علاج دي كانت توقعات للعبداللطيف مهمة جدا حبيت ان انا اشاركها معاكم لو اعجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وتقولوا رأيكم في التعليقات تحت اسفل الفيديو وكمان ياريت تعملوا لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس اشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الاربو